السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لقد توضعت جدا يا صديقي حتى ظنوا أنني لا شيء ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة بسيدة اسمها سوكي وهي بتتفرج على فيديوهات لها مع صحابها من أيام المدرسة وبنعرف أنها كانت مشهورة جدا وقتها بسبب جمالها وكان كل شباب مدرستها معجبين بيها وفي الوقت الحالي بنعرف أنها تجوزت وخلفت بنت اسمها ساجي واللي بيكون واضح عليها أنها عنيدة جدا وبعد ما بتجاهي السوكي الفطر لعيلتها وبتودعهم قبل ما يخرجوا بتروح تهتم بوالد زوجها اللي بيكون واضح أنه بيحبها جدا وبيعتبرها بنته وبعدها بتعرف أن مدرستها عاملين حفلة للم شامل دفعتها مرة تانية وبتتبسط جدا أول ما بتعرف بدا لكنها في نفس الوقت بتكون حزينة لأنها مش هتقدر تروح بسبب أن عندها عيلة تهتم بيها ولما بيلاحظ حماها حزناها وبيعرف السبب بيطلب منها تروح وما تشيلش هم حد لأنهم كلهم كبار وهيقدروا يهتموا بنفسهم وبيحكي لها أنه قبل ما تتجوز من غوره ابنه كانوا عايشين هما اللي اتنين حياموا ملة مع بعض وما كانوش يعرفوا حاجة عن السعادة لحد ما انضمت هي العيلتهم وكل حاجة تغيرت وعلشان كده لازم تكافئ نفسها وتسافر لأصحابها وتسترجع ذكريات شبابها مرة تانية وبيقول لها أنها تقدر تقنع غوره بأنه يوافق لو عملت له أكلة كويسة لأن نقطة ضعف والأكل وتاني يوم بتروح سوكي الحفلة الدينية متجمع فيها كل جيرانهم وهناك بتسمع اتنين منهم بيتكلموا عن بنت اسمها غيتا بأسلوب مش كويس وده لأنها هربت مع حبيبها وتجوزه وبعدها رجعت مرة تانية للقرية وبتتوتر سوكي أول ما بتسمع كلامهم وبنعرف أن هي اللي ساعدت البنت تهرب وفي الوقت ده بتيجي ساجي تنقذها وبتقول لها أن جدها عنده حمى وفي الحقيقة هو ما بيكونش عنده حاجة لكنها بتكون عايزها ترجع علشان تجهز لها العشاء ولما بيوصلوا للبيت وبتشوف ساجي أن والدتها في جروب لمت دفعة بتقول لها تسيبها من التفاهة دي وتركز معاها لأن عندها امتحان تاني يوم وعايزة تفوز بجائزة المعرض العلمي وفي الوقت ده بيوصل غوره للبيت وبتستقبله ساكي وهي مبسوطة وبتكون بتستعد علشان تعرفه أنها عايزة تروح لحفلة لمت دفعة لكنه أول ما بيشوفها بيسألها بعصبية لو هي فعلا اللي ساعدت غيطة تهرب مع حبيبها وبيقول لها أنه بسبب اللي عملته مش هيقدر ياخد صفقة الشغل من والدها ولما بتقوله أنها ما كانتش تعرف أنها هتهرب وأنها بس اتصلت على التاكسي بيرفض يسمعها وبيسيبها وبيدخل ينام وبالليل بتتكلم مع صحابها فيديو وبتقول لها تنفي صاحبتها أنها نزلة من لندن مخصوص علشان تحضر الحفلة وبتعرفها أنها لو ما جاتش هتزعل منها والتاني يوم بتشوف سويكي في جاراج البيت الدراجة بتاعتها لما كانت لسه طالبة وبتتصل على غروه هو في الشغل وبتطلب منه أنهم يصلحوها ويخرجوا بيها الأسبوع اللي جاي زي ما كانوا بيعملوا زمان لكنه بيقول لها أنه مش فاضي أنه يعمل كده ده غير أنه قرر يبيعها وبيعرفها أنه هيعمل مسابقة لملكات الجمال وفي شخص مهم تبع شغله اسمه كاكارا وافق أنه يحضر لكن بشرط أن مراته هي اللي تكسب المسابقة وبيعرفها أنه هيعمل كده علشان يقدر يكسب وده مرة تانية وبيقول لها أنها لو سعدته ياخد الصفقة منه هيوافق على أي حاجة تطلبها وفعلا بتوافق وهي مبسوطة وبعدها بتروح لمدرسة بنتها اللي بتقدر أنها تاخد المركز الأول وبيتفوز بجائزة المعرض العلمي وبعد الحفلة ما بتخلص بتعرض ساكي عليها يروحوا يكلوا أيس كريم ويقضوا وقته كويس مع بعض لكن جاسي بترفض طروح معاها وبتقول لها أنها ما عندهاش وقت تضيعوا معاها لأنها رايحة تحضر جلسة منقشة لفريق المناظرة تبع المدرسة وبتقول لها أنها مش عايزها تحضر معاها لأنها بتعمل تصرفات طيشة وهتتسبب في أن شكلها يكون وحش قدام المدرسة وبتتدايق سوكي من كلامها لما بتحس أنها شايفها ولا حاجة لمجرد أنها بقت ربة منزل وفي الحفلة اللي جوزها عاملها بتقول لها زوجة السيد كاكارا أنها خايفة من المسابقة لأنها مش بتعرف طرقص زي باقي المتسابقين وعلشان كده بتقول لها سوكي أنها مش لازم ترقص وممكن تعرض أي موهبة عندها على المسرح وبسبب كلامها بتتشجع وأول ما بتطلع على المسرح بتشكرها على دعمها لها وبتطلب من كاكارا زوجها يطلع معاها على المسرح وبتقول للحضور أنها هتعرض لهم الموهبة الوحيدة اللي عندها وبتبدأ وقتها تتصرع مع جوزها لحد ما بتقلبه على ظاهره وبتتسبب له في إصابة وبيلوم غورو سوكي أنها سبب اللي حصل وبيهنها قدام الحضور وبيقول لها أن بسببها خسر أهم صفقتين في شغله وبتفقد سوكي الآمل في أنه يوافق على سفرها لكن حماها بيرفض أنها تستسلم وبيطلب منها تجهز حاجاتها وهو هيقنع غورو لكنهم لما بيرجعوا للبيت بيتعب وبيفقد حياته وبتدخل سوكي في حالة اكتئاب بسبب موته وده لأنه هو الوحيد اللي كان دايماً بيفهمها وبيعملها على أنها إنسانة وفي يوم بيجيب لها موظف البريد تذكارة سفر لدلهي وبيعرفها أن حماها حاجة زهالها قبل وفاته بيوم ولما بتتكلم مع غورو وبتقوله أنها عايزة تروح للحفلة بيرفض وبيقول لها أنه لسه معداش على وفاة والده 15 يوم ده غير أن بنتهم عندها امتحان بعد شهرين ولازم تهتم بيها ولما بتقوله أنها عايزة تاخد استراحة من شغل البيت بيقول لها أنها مش بتتعب في أي حاجة وأن لو في حد من حقه يقول كده فهيكون هو لأنه هو اللي بيشتغل علشان يصرف على العيلة لكنها تاني يوم بتسافر من غير موافقته بعد ما بتسيب له رسالة بأنها هترجع بعد كام يوم وبتتمنى أنه يعرف إميتها ويعرف إذا كان شغل البيت مرهق نفسياً ولا لا وأول ما بتوصل لديله بيتصل عليها علشان يعرف هيعمل الأكل إزاي لكنها بتقفل المكالمة في وشه وفي الوقت ده بتوصل مهير صديقتها لمكانها وبترحب بيها وهي مبسوطة ومش مصدقة أنهم اتقابلوا مرة تانية بعد عشرين سنة ولما بيوصلوا لبيتها بتحكي لها أنها انفصلت عن حبيبها ومن وقتها وهي حاسة بفراغ كبير في حياتها وبتقول لها أن الوحدة حاجة صعبة لكن سوكي بتعترض على كلامها وبتقول لها أنها بتقول كده لأنها ما جربتش تكون مسؤولة عن عيلة وبيكون كل واحد منهم مش عاجبوا حياته وعنده غورو في الوقت ده بيشتري أكل جاهز ليه هو وجاسي بعد ما فشل أنه يعمله في البيت وبتكون جاسي رفضة أنها تأكله لأنه مش صحي ووقتها بتجيب لهم جاريتهم أكل عاملة في البيت فبتتبسط وبتاخدوا منها وفي الحقيقة سوكي هي اللي بتكون طلبت منها تعمل كده والتاني يوم بتخرج سوكي مع مهير يتمشوا في الشوارع بالعربية وبتبدأ تفتكر ذكرياتها مع غورو وبنعرف أنهم كانوا مرتبطين ببعض من أيام الجامعة وكانوا بيحبوا بعض جدا لكن والد سوكي كان معطرد على جوازهم وبسبب ده سوكي هربت معاه وتجوزوا من غير موافقته وعلشان كده والدها طردها من البيت وطلب منها تنسى أن عندها عيلة وفي الوقت الحالي بتروح سوكي مع أصحابها للحفلة وهناك بينبهر كل الموجودين من جمالها وسطايل لبسها وبييجي اتنين من زملائها يتكلموا معاها وهما مبهورين وبيكونوا فاكرين أنها بقت سيدة أعمال وعيش حياتها لكنها بتفاجئهم وبتعرفهم أنها ربت منزل مش أكتر ولأن الحفلة بتكون مملة بتقترح مهير أنهم يسترجعوا ذكرياتهم ويتنمروا على الطلاب اللي كانوا معاهم وبيفتكروا شاب اسمه فارما كان معجب بسوكي وطول الوقت كان بيحاول يقرب منها لكنها ما كانتش بتديله فرصة وفي الوقت ده بيتفاجئوا بيجي يسلم عليهم وبتتصدم سوكي أول ما بتشوفه وده لأنه تغير تماما وبقى ملياردير وبتبدأ وقتها الموسيقى تشتغل وبيزن أصحاب سوكي عليها بأنها ترقص معاهم وبتكون رفضة في البداية لكن بعد كده بتستسلم لطلبهم وبترقص معاهم وهي مستمتعة وبيكون واضح من نظرات فارما ليها أنه لسه معجب بيها وأول ما بتخرج سوكي برة تشم هوا بيخرج وراها وبيقول لها أنه حاضر الحفلة مخصوص علشان يقابلها وبيفكرها لما خليته أيام المدرسة يشتري لها إزازة ويسكي مقابل أنها تخرج معاه في موعد على العشاء وبيقول لها أن ده الوقت المناسب علشان توفي بوعدها لكنها بتعتذر منه وبتقوله أنها مش هتقدر تعمل كده لأنها رجع لقريتها تاني يوم ولما بيعرف أصحابها بأنها رفضيته بيلوموها وبيقولولها أنها ما كانش ينفع تعمل كده لكنها بتقطع كلامهم وبتفكرهم أنها متجوزة وعندها بنت وبتقول لهم أنها مش عايزة اليوم يخلص لأنها عايزة ترجع للقارية وحسة أن في حاجات كتير لسه محتاجة تعملها وعلشان كده بتطرح تاني صاحبتها بأنها تفضل معاهم لحد موعد مسابقة الخيول وبعدها تسافر وبيوضحوا لها أن بنتها وجوزها مش صغيرين وهيقدروا يهتموا بنفسهم وعنده غروف الوقت ده بيعرض أصحابه عليه بأنهم يروحوا مع بعض للسينما بالليل ولكن بيعترض واحد منهم وبيقول لهم أن سوكي راجع النهاردة من السفر وغرو هيروح يستقبلها لكن غروب ينفي كلامه بيقول لهم أنه مش هيستقبل حد وأنها زي ما سفرت لوحدها ترجع لوحدها وبعد شوية بتتصل سوكي عليه وبتقوله أنها عايزة تفضل يومين كمان علشان تزور عيلتها قبل ما ترجع لكنه بيرفضوا بيقول لها أنه مش فضلها وعنده شغل وبيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما بيقول لها أنه مش مستني من واحدة اتجوزت من وراء والدها بأنها تهتم بيه وبيطلب منها ما ترجعش للبيت مرة تانية لو مش هترجع النهاردة ووقتها بتنهر سوكي وبتقوله أنها دلوقتي عرفت أنها غلطت أكبر غلطة في حياتها لما ضيعت عمرها معاه وبتقفل فوشه وبعدها بتتصل جاسي عليها وبتقول لها هي كمان أنها لو ما جاتش النهاردة مش هتتكلم معاها مرة تانية وده بيديق سوكي وبيخليها تفقد السيطرة على أعصابها وبتقرر تروح لوالدها وبتعمل كده فعلا لكنها بتكتفي بأنها بتبص عليه هي والدتها من بعيد وما بتقدرش تواجههم وبالليل عنده غوره بيتجمع الجيران عنده في البيت وبيكونوا مجهزين له أكلات كتير بعد ما قرفوا من صاحبه أن سوكي قررت تفضل في دلهي والتاني يوم في مدرسة جاسي بتسمع الطلاب وهم بيتكلموا عن والدتها وبيقولوا أنها تخلت عنها وسافرت وعلشان كده بتتخانق معاهم وبيضربوا بعض ولما بتصحى سوكي من النوم بتتفاجئ أن فارما قاعد مع صحابها وأول ما بيشوفها بيطلب منها يتكلموا على انفراد وبيكون عاوز يتطمن عليها فبتطمنوا أن كل حاجة تمام وعند جاسي بتستدعي المديرة والدها وبتقولوا أنها بقت مشاكسة جدا من وقت ما والدتها سافرت ولما بيلومها والدها على اللي عملته بتتعصب عليه وبتقولوا ما يلومهاش على حاجة وهو أصلا مش مهتم بيها ولا يعرف عنها حاجة وبالليل بتقرر سوكي وأصحابها أنهم يزوروا كل المطاعم اللي كانوا بيأكلوا فيها أيام المدرسة وبيستمتعوا بوقتهم لكن في نهاية اليوم بتوصل رسالة لسوكي من جاسي بتقول لها فيها أنها بتكرهها وعلشان كده بتقرر تسافر ولما بيحاول أصحابها يمنعوها ويفهموها أن جاسي بتستغل لمشاعر الأمومة بتتعصب عليهم وبتقول لهم أن كل واحد منهم عايش حياة مثالية وما يعرفوش حاجة عن اللي هي بتمر بيه لكن مهير بتقطع كلامها وهي منهارة وبتقول لها أنه ما فيش حد عايش حياة مثالية وبتعرفها أن التانفي بقالها 20 سنة بتشتغل ومديرها رافضي رأيها والتاني بتحاول تخلف من 8 سنين ومش عارفة وهي حامل من غير ما تتجوز وبتقول لها أن الفرق الوحيد بينهم وبينها هو أنهم بيواجهوا مشاكلهم ومش بيستسلموا وأنها ما ينفعش تسمح لحد يأثر على احترامها لنفسها وفعلا بتتأثر من كلامهم وبتقرر ما تسافرش وبتعد الأيام وبيبدأ غوره يعرف إمتها وبيحس بقد إيه وظلمها وما كانش مهتم بيها ولا بمشاعرها وبيعرف قد إيه هي ليها دور مهم في حياته هو وجاسي وعند سوكي بتبدأ علاقتها بفرما تتحسن وبترجع لحياتها الأديمة مرة تانية وتدريبات الخيل وبيعرض عليها فرما أنها تدخل المنافسة بحصانه وفعلا بتوافق وعند جاسي بتسمع صحابها وهم بيتنمروا عليها وبيقولوا أن والدتها إنسانة مش كويسة وبتدخل تعيط في الحمام لكن بنت معاها في الفصل بتقول لها إنها إنسانة محظوظة لأن عندها أم والمفروض ما تتأثرش بكلام حد ولا تلوم والدتها لأن هي كمان إنسانة زيهم وعندها حياة وعند سوكي بتشترك في مسابقة وعلى الرغم من إنها بتخسر إلا إنها بيكون مبسوطة جدا وبيكون فرما لسه يعترف لها بحبه بتتفاجئ بولدها بينادي عليها وبيعتذر لها على القرار اللي أخده زمان وبيقول لها إنه مفتقدها وبالليل بتخرج تتعشى مع فرما زي ما وعدته وهناك بيعرفها إنه تجوز لكن فقط زوجته بسبب القنصر وبيعترف لها إنه لسه بيحبها من أيام المدرسة وبيطلب منها تفكر في عرضه كويس طالما هي وغورها ينفصل وترد عليه وعندي جاسي بتقول في المناظرة إنها كانت دايماً أنانية تجاه والدتها لكن دلوقتي أدركت إن هي إنسانة زيها وعندها أحلام وطموحات وعلشان كده قررت تكون فخورة بيها وتشجعها على أي قرار تاخده وعلى الرغم من إن ده ملوش علاقة بالمناظرة إلا إنه كل الحضور بيتأثروا من كلامها وبيشجعوها على قرارها وبتتبسط سوكي أول ما بتسمع كلامها لدرجة إنها بتعيط من الفرحة ولما بتروح لبيت صحابها بتتفاجئ هناك بوجود غوره اللي بيعتذر ليها وبيترجها ترجع معاه لإنه عرف قيمتها لكن بترفضوا بتقولوا إنهم مجرد ما يرجعوا لبيتهم هو هيرجع لطبيعته مرة تانية وتاني يوم بتروح تتكلم مع فارما وبتعتذر ليه لإنها مش هتقدر تكون معاه وبعد كده بنشوفها في بيت والدها وبيوصل لها رسالة في الوقت ده من غوره وبيكون بيعتذر منها على كل حاجة عملها لها ولما بتخرج برة بتتفاجئ إنه رجع لها الدراجة بتاعتها اللي كان باعها وبالليل بتكون جاسي قاعدة مع والدها في البيت وبيسمعوا صوت الأغنية المفضلة عند والدتها في فرح جنبهم فبيعرض عليها غرب إنهم يخرجوا يرقصوا زي ما والدتها كانت بتعمل وفعلا بيعملوا كده ووقتها بيتفابقوا بسوكي دخل عليهم وهي مبتسمة لإنهم عرفوا قيمتها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم